قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في الجنة مع أويس القراني قالوا فقلنا يا رسول الله ليس فينا رجل بهذا الاسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيكم أويس القراني فتساءلنا جميعا ومن أويس القراني يا رسول الله قال رجل من أهل اليمن لم أره أو يراني وأخذ صلى الله عليه وسلم يصفه كأنه يراه الآن هو شاب السمر به بقعة بيضاء على كتفه بحجم الدرهم فقير مجهول في الأرض معروف في السماء يأتي يوم القيامة فيشفع في مئتي ألف من المسلمين فيدخلون الجنة برحمة الله كيل التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه فقال يا عمر إذا رأيت أويس فاطلب منه أن يدعو لك فإنه مستجاب الدعوة من هذا الرجل العظيم الرجل الكريم المبارك الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لواحد من العشرة المبشرين بالجنة إذا رأيته فاطلب منه أن يدعو لك فإنه مستجاب الدعوة هذا الرجل المبارك كان في اليمن وكان يتمنى أن يرحل من اليمن إلى المدينة ليرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان له أم إلى رعايته وإلى مجالسته أحوج وكان يستطيع أن يستأجر لها من يقوم بشأنها وأراد أويس رضي الله عنه أن يذهب إلى المدينة للقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن كان له أم تحبه وتحب مجالسته فقالت له لا تخرج قال إني أريد أن أخرج للقاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا تخرج فجلس مرت بعدها سنوات عديدة توفي خلالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي من بعده أبو بكر وصار عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين وما زال أويس رضي الله عنه غير قادر على ترك أمه والذهاب إلى الحج وكان سيدنا عمر يصعد جبل أبا قبيس ويطل على الحجيج وينادي بأعلى صوته يا أهل الحجيج يا أهل الحجيج من أهل اليمن أفيكم أويس من مراد وكانت هذه عادته رضي الله عنه في كل موسم حج على مدار عشر سنوات وفي أحد الأعوام وفي موسم الحج كعادة خليفة المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي وينادي بأعلى صوته يا أهل الحجيج من أهل اليمن أفيكم أويس فرد أويس نعم أنا أويس فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله أكبر يجب أن توضح عن شقك الأيسر قال وما حاجتكما إلى ذلك فقال له الإمام علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفك لنا وقد وجدنا الصفة كما أخبرنا غير أنه أعلمنا أن بشقك الأيسر لمعة بيضاء كمقدار الدينار أو الدرهم ونحن نحب أن ننظر إلى ذلك وسألهما من أنتما فقال سيدنا عمر أنا عمر بن الخطاب وهذا علي بن أبي طالب فانتفض أويس للقراني واقفا وقال لهما جزاكم الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين ويا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا عمر يا أويس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقرئك منه السلام وأمرنا أن نسألك أن تستغفر لنا وتدعو لنا فإن رأيت أن تستغفر لنا يرحمك الله فقد أخبرنا بأنك سيد التابعين وأنك تشفع يوم القيامة في عدد ربيعة ومضر فبكى أويس بكاء شديدة ثم قال عسى أن يكون ذلك غيري فقال علي رضي الله عنه إنا قد تيقن أنك هو لا شك في ذلك فادع الله لنا رحمك الله بدعوة وأنت محسن قال أويس ما أخص بالدعاء أحدا ولكن أعمم قال عمر يا أويس عظني فقال أويس يا أمير المؤمنين أطلب رحمة الله عند طاعته واحذر نقمته عند معصيته ولا تقطع رجاءك منه ورفع أويس رأسه وقال اللهم إن هذين يذكران أنهما يحباني فيك وقد رأوني فاغفر لهما وأدخلهما في شفاعة نبيهما محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر